موسيقى السلام عليكم في بداية اعتدار مبدئي اني كنت مقلل في مراجعة الانيميات الجديدة سنة 2022 لكن جاء الوقت اني شارك معاكم اهم واجمل الانيميات اللي شاهدتها وكالعادة القائمة شخصية تعتمد على ذوقي وتفضيلي الخاص لكني متحمس جدا اعرف قوائمكم الخاصة في ريت تشاركوا في التعليقات قائمة افضل الانيميات اللي شاهدتوها نرجع نذكر انه بأتكلم عن الانيميات الجديدة اللي صدرت بموسمها الاول في سنة 2022 اي انيمي مكمل معانا من اول مداخل ضمن القائمة كمان اعتقد انه ضروري انوه كون انه الانيمي مبني على رسوم هذا لا يعني انه مناسب للصغار فتحذيره من البداية يريت نعتبر كل القائمة وكل الانيميات المذكورة للكبار فقط يلا نبدأ هذا الانيمي بيتكلم عن قصة في عالم مستقبلي في هذا العالم ينتشر طاعون جديد يسمى بالصدى لكن هذا الطاعون وهذا الصدى مو بس يصيب الاشياء الحديدية من المباني وغيرها يصيب حتى الانسان فهذا الشيء يؤدي الى كارثة عالمية وفي وسط هذا العالم عندنا شخصية مصنفينها السلطات كارهابي لكن في نفس الوقت هذه الشخصية وهذا الارهابي يحاول يبحث عن علاج لهذا الداء وهذا الطاعون وهذا الدمار العالم غير انه سوداوي ومستقبلي هو غريب بكل ما تعنيه الكلمة عندنا مثلا حيوانات عملاقة مدمجة بالاسلحة وتشارك في الحروب والقتالات غير عندنا احد الاسلحة عبارة عن فطر ينمو بطريقة مذهلة وكبيرة جدا القصة بتقدم العديد من العلاقات والشخصيات اهمها شخصية البطل الرئيسي وشخصية الدكتور بيحاول يبحث عن العلاج قصة جميلة اهم عيب فيها بالنسبة لي هو التسارع في بعض الاحداث والتسارع في ابراز الشخصيات لكن ما يمنع انه شفنا العديد من حلقات الجميلة خصوصا في منتصف الموسم بديت هذا الانمي وانا ما عندي شك ولا واحد في المية اني هاقفله بعد خمسة دقائق لكن مع الوقت صار رفيق يومي صرت خايف اني انهل حلقات صرت اخلي للفترات اللي فيها هدوء في بعض الايام تقدر تعتبر هذا الانمي انه عبارة عن ستكم كوميدي والعادة تكون مبنية على السخافة بحس فكاهي لكن وسط الكوميديا وسط السخافة العديد من العلاقات والعديد من اللحظات المؤثرة عاطفيا اولا قصة غريبة وما تصلح الا في عالم الانمي عن طفل عمره اربع سنوات عايش لحاله والطفل على الرغم انه عمره صغير لكن اسلوب حياته وتصرفاته كأنه انسان ناضج وبالغ فمن خلال هذا الطفل الانمي بيغطي العديد من المواضيع المؤلمة من التفكك الاسري التجاهل الاسري والعنف الاسري كمان ومن خلال هالي المواضيع هنعرف ليش هو عايش لحاله كيف بيصرف على نفسه وكل هاد الامور بنكتشفها من خلال الشخصيات اللي عايشة حوالينه في نفس العمارة هاد الشخصيات حيكون عندها فضول زي ما انت عندك الان فضول انه كيف هاد الشخصية عايشة لحالها وكل ما يكتشفوا جانب وكل ما نكتشف معاهم موضوع حيتأثر ونتأثر معاهم وعلى فكرة زي ما هو واضح الرسوم من ابسط ما يكون ويدكرني بالانمي القديم ماروكو الأنمي هذا فريد من نوعه بمعنى الكلمة بيدمج العديد من العوامل الرهيبة قصة في حقبة زمنية قديمة مع عامل من الغموض والتشويق والعديد من الألغاز في القصة إضافة لقدرات خارقة وخارجة عن الطبيعة مدمجة بقصة الشعبية وفي الكلور من الصين القصة في البداية بتبدأ مع إمبراطوري يبغي ينتقم ويستعيد أم جاد عيلته لكن القصة سريعاً ما تاخد منحنة مختلف تماماً عن أحد شركاء أو زوجات هذا الإمبراطور هذه الزوجة أو هذا الشريكة المفروض أنها هي عايشة حالها لا تنام مع الإمبراطور ولا عندها أي واجب زوجي ومعروف عنها قدراتها السحرية والتحدث مع الأرواح لكن في يوم من الأيام الإمبراطوري قابلها ويطلب مساعدتها ومن بعدها نبدأ ندخل العديد من القصص مع العديد من الشخصيات من الفلكلورة الصيني أنمي مميز حتى أسلوب الرسم اللي فيه كان مميز كل حلقة تقريباً بتعطينا قصة مختلفة لكن كل هذه القصص الفرعية بتروى ومن وراها قصة أساسية بتحاك في الخلفية عن حقيقة الملكة وقواها السحرية عن ماضيها ماضي هذه القوة وماضي المملكة ككل نقطة أخيرة بخصوص هذا الأنمي فهو عنده أجمل أغنية للنهاية أغنية النهاية الرهيبة ونزلتها عندي في الجوال أعطوه فرصة شي جميل للتغيير في عالم الأنمي عالم المسلسلات عالم الأفلام الفيديو جيمز محبة الأشخاص مع الشخصيات في القصص تختلف ويتم التعبير عن المحبة بأساليب مختلفة منها الكوسبلاي فهذا الأنمي بيعطينا لمحة عن عالم الكوسبلاي من خلال قصة رومانسية جميلة والمفروض أن الشخصيتين في هذه القصة الرومانسية متناقضة جداً من ناحية عندنا فتاة جميلة محبوبة وجريئة من ناحية ثانية عندنا شاب خجول ومنعزل ومعنده أي صديق أصلاً لكن اكتشف أن الاختلافات اللي في الظاهر خلفها في الباطن العديد من الأمور المشتركة كل ما يتعلق بالشغف البنت عندها شغف كبير بعالم الكوسبلاي والولد عنده شغف كبير في الصناعة وخياطة الملابس للدماء أنا ما أعرف كيف بديت هذا الأنمي أصلاً وما أعرف كيف فجأة لقيت نفسي بالحلقة السابعة العديد من اللقطات اللي قدتني إحساس غير مريح وحسيت بالكثير من أحاسيس الكرنج وخفت أنه أي أحد ممكن يدخل علي وأنا أتفرج في العديد من اللحظات من الكوميديا والرومانسية اللي بقدموها للبالغين وفيها العديد من ترجمة أحاسيس المراهقين لكن في نفس الوقت وبعيداً عن هذا الشي حبيت العديد من الأمور في القصة كيف أنه محبتك لشي حتوصلك للإبداع مهما كان هذا الشي سخيف عند الآخرين وكيف أنه شي جميل تلاقي اللي يقدر إبداعك حبيت كمان فكرة كيف أنه الشغف ممكن يربط ناس من خلفيات مختلفة ناس بشخصيات مختلفة يجمعهم حب الشي الواحد هذا الأنمي من أحد الأسباب اللي ذكرت فيها التحذير في البداية الأنمي للكبار بيبين العلاقة بين الشخصيات اللي ما زالت مراهقة وتعبير على الأحاسيس اللي بتصدر بينهم من المفاجآت الممتعة هذه السنة منه كمان أكثر أنمي حصل على ضجة إعلامية خصوصا في بداية السنة قصة جمعت بين الكوميديا والدراما والأكشن في قصة ممتعة قصة أعطتنا علاقة غريبة إن بنت صغيرة يتيمة قادرة على قراءة الأفكار مع جاسوس وقاتلة متسلسلة هذه الشخصيات الثلاثة جمعتهم ظروف معينة للتكوين عائلة محت فيهم يعرف الحقيقة عن الآخر وكل شخص عنده سبب مهم للبقاء داخل هذه العائلة وتمثيل كونهم عائلة فوسط هذا الجو العائلي العديد من المهمات القتالية والجاسوسية وكمان المدرسية ما قدر أوصف هذا العمل غير بممتع من ناحية الجمالية مثلا كل شيء فيه كان بيرفكت الرسوم والتحريك والجو العام كان ملفت جدا من أجمل الأنيميات من هذه الناحية من ناحية القصة أعطتنا وزنية رهيبة للكوميديا مع التشويق والإثارة بس يظل أهم سبب لمتابعة هذا الأنيمي هي آنية سنة 2019 رجعت أتفرج على قصة كابتن ماجد المعاد تحويلها لأنيمي جديد بس القصة اللي حبيناها لكن بستايل ورسومات جديدة استمتعت فيها لإني ما زال عندي الارتباط بالشخصية والقصة لكن أكتشفت قدي إيش إنه كانت طفولية في العديد من الأمور وهذا الشيء منطقة عشان كده ارتبطنا فيها من وإحنا أطفال على عكس بلولوك ألمي رياضي وحماسي وكروي كمان لكن يحمل فلسفة صعبة الأطفال يفهموها أتفرجت مع أطفالي أتحمس وعجبهم الحماس اللي موجود في كل حلقة لكن الفلسفة خلف هذا الحماس صعب عليهم شوية القصة ببساطة عن أكاديمية في اليابان تبحث عن إيجاد المهاجم الأفضل على عكس القصص الرياضية اللي تحبت دائماً الروح الجماعية وروح الفريق هذه القصة وهذه الأكاديمية بتبحث عن الأنانية القصة عن هذه الأكاديمية اللي بتوزع الأشخاص لفرق معينة لكن مو الغرض فوز الفريق الغرض تجميع النقاط من خلال مهمات لكل لعب فكيف حتكون جزء من الفريق تبتفوز نفسك وفي نفس الوقت لازم الفريق يفوز تفزني في كل مرة أني أكون عارف بالزبط الشي اللي حيصير أكون عارف تماماً للحظة اللي حتنقلب فيها الأحداث مع كذا الحماس دائماً كان عالي هذا الشي اللي خلي حتى أطفالي يستمتع بالمشاهدة لكن اللي حبيته جداً هي الفلسفة اللي بيحاول يوصلها التلاعب بالقرارات النفسية والعقلية أثناء اللعب يمكن معطي أكثر من حجمه من هذا الجانب لكن ما زالت القراءة عندي فلسفية عالية وأتمنى يكمل المواسبة المستقبلية بنفس النهج بناحية الرسوم في عدة مشاهد في هذا الأنمي كانت الأجمل خلال السنة ككل هذا هو الأنمي الوحيد اللي صدف إنه أنمي جديد وعملت له مراجعة مستقلة في القناة هذه السنة الأنمي مبني على عالم تم تقديمه في الفيديو جيم لكن معرفتك بالفيديو جيم معرفتك باللعبة من عدمها ما يفرق أبداً لمشاهدة الأنمي قصة عن عالم مستقبلي عالم سوداوي عالم البشر يقدر يطوروا من نفسهم يطوروا من أعضاؤهم ومن أطرافهم بدمجها بآلات قصة انتقام في عالم مستقبلي مليان فلسفة ممتعة ومؤسفة القصة عن شاب يرجع في يوم من الأيام للجزيرة اللي كان متربي فيها عشان يحضر العزة لصديقة المقربة واللي هي كمان أخته بالتبني لكن وسط العزة وأجواء الحزن يكتشف بعض الأمور الغريبة أشياء تخليه يشكك إنه صديقته ماتت بالصدفة أو ماتت بأمر طبيعي ويخليه كمان يشك إنه فيه جريمة في الموضوع هذا الشي يخلي يبدأ يسأل العديد من الأشخاص ويزور العديد من الأماكن إلي ما نوصل للحظة جوهرية جدا أقرب الشخصيات إليه توجه المسدس عليه وتقتله لكن بعد ما ينقتل يستيقظ ويرجع يعيد الأحداث من جديد إيش اللي صار؟ هل كان يحلم؟ هل اللي صار معاه نوع من أنواع الانتقال بالزمن؟ وليش هو دون عن البقية؟ إيش هي حقيقة أسطورة الضلال اللي بنسمع عنها في بداية الحلقة الأولى؟ 24 حلقة مليانة بالأشياء الصادمة مليانة توستات، مليانة أحداث وشخصيات فيها عيوب، لكن لو تديني 24 حلقة وتقفل القصة، برافو قبل ما نتكلم عن أي شيء له علاقة بالقصة أريد أن هذا الأنمي قدم أفضل أنيميشن هذه السنة وأثبت أنه 3D والCGI لما كان في الأنمي حتى لو كان قتالي المهم أن يتم الاستخدام صح هذا الأنمي أيضا قدم أفضل مقدمة موسيقية أدمنت المقدمة الموسيقية وما يكفيني أسمعها أحب أني أشوفها فالمقدم بالنسبة لي أفضل حلقة لأنيمي جديد هذه السنة وهي الحلقة الثامنة القصة عن عالم فريد من نوعه عالم فيه البشر عايشين مع الشياطين والشياطين عندهم أشكال وصفات وفئات مختلفة بطبيعة الحال عندنا فرقة تقاتل هذه الشياطين وفي وسط هذا كله عندنا فتة معدم وصل من العدم أنه يبيع أعضاؤه عشان يعيش ويسدد مصاريفه ودين أبوه في يوم من الأيام ينغدر فيه لكن تكون فرصة للتحول لشخصية شيطانية بعدها ينضم لأحد الفرق اللي بتقاتل الشياطين حبيت هذا العالم الجديد اللي بيحاول يقدمه الأنيمي حبيت الفلسفة المخفية حول الشخصيات اللي ظاهرها سطحي لكن في نفس الوقت عندي أسئلة بالهبل عديد من التساؤلات اللي متحمس أعرف إجابتها وزعلان أنه شوفنا 12 حلقة بس إحنا تقريبا من الحلقة الثامنة وإحنا طالع بدأت القصة الحقيقية وأكيد أنه الأنيمي له مستقبل كبير إذا استمر في تقديم هذا العالم بنفس التباتي اللي شوفناه في آخر الحلقات من الموسم الأول بس أني نفسي أتكلم بشكل مطول عن الأنيمي يا إني حأتكلم عنه قريب يا إني حأخليها مع الموسم الثاني لني منتظر العديد من الإجابات أنا مفتون بحقيقة أنه البشر مختلفين بحقيقة أنه صفات البشر تختلف من شخص إلى شخص آخر كيف على أقل تقدير يكون عندك قسمين من البشر انطوائيين واجتماعيين كيف أنه هذا التقسيم السطحي برضو مصحيح وفي عندنا كثير من النقاط في المنتصف بين الفئتين من أكثر الكتب اللي أثرت على مفهومي للحياة ككل وعلى نظرتي للعديد من الشخصيات ونظرتي اللي قراءة أي مكان أدخل فيه هو كتاب جميل جداً اسمه كوايت لسوزن كين واللي بتشرح فيه باسترسال الشخصيات الإنطوائية من بعد هذا الكتاب بديت أشوف العالم بطريقة مختلفة يا أخوان بديت ننتبه لأي درجة فعلاً إنه غالباً إحنا بننتبه للناس لأصواتهم عالية غالباً بننتبه للأشخاص الحراكيين والاجتماعيين لكن لو زودنا انتباهنا ودققنا في المكان اللي إحنا فيه هنلاقي كمان إنه غالباً الأشخاص اللي أخدهم ركن الأشخاص الهادئين الأشخاص اللي مو دايماً يتكلموا بصوت عالي مثلاً بيكون الأشخاص الأذكى وبأفكار أكثر إبداعية ما هي قاعدة عامة لكن تكسر التابو تكسر القاعدة إنه لازم الكل يكون اجتماعي ما عليش خرجت عن هذا الموضوع بس لهذا السبب التحديداً والمقدمة هذه أنا حبيت هذا الأنمي الأنمي بيعطينا شخصية انطوائية وكمان عندها رهاب اجتماعي شخصية مبدعة جداً مشكلتها في الحياة عدم إيجاد القدرة على إظهار هذا الإبداع للعامة شخصية قدرت إنها تتعلم العصب على القيتار وعملت قناة على اليوتيوب وجمعت آلاف المشتركين بس ما قدرت تبين نفسها وفي يوم تقررنا تلضم لأحد الفرق الموسيقية تقررنا تواجه هذا الرهاب الاجتماعي قصة عبارة عن تجربة اجتماعية تجربة نفسية في قالب كوميدي مطاعم بدراما مسلية حبيت كل شيء في شخصية بوتي وأتمنى إني أشوف العالم أكثر تفهماً للشخصيات اللي زي بوتي وأجمل شيء عجبني في هذا الأنمي هو إثبات إنه الأنمي مو محكور بس على القصص الخيالية والقدرات القتالية والسحر وخلافه لأنه من خلال الأنمي أقدر إني أعبر عن المشاعر كلنا نكره نحب نزعل نتحمس وغيرها من المشاعر اللي من الممكن أحس فيها بالداخل من غير ما أظهرها خارجياً فرهيب كيف تشوف ترجمة هذه المشاعر الداخلية في رسومات مثلاً دائماً نتكلم عن الشخصيات الاجتماعية كيف أنه عندهم طاقة فكان رهيب إنه أشوف من خلال الأنمي أنه هذا الطاقة عبارة عن شعاع وأنه الشخصيات الانطوائية ما يقدروا حتى إنهم يكونوا ضمن ما كان في هذه الإشعاعات تمثيل رهيب لواقع مؤلم والله وشخصياً هي أجمل ما شاهد في 2022 في نهاية الحلقة يريد تشاركني في التعليقات قوائمكم الخاصة إضافة هل في أنمي ذكرت في القائمة حمستك منك تشوفه كان معاكم ماهر موصلش لكم إن شاء الله حلقة الجاية